أحبابي بعد أيام اسمعوني أحبابي وركزوا معي بعد أيام يوم 14 ثمانية من السنة هذه ليلة الخامس عشر من شعبان الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجة وحسنه الألباني رحمه الله ما الحديث يقول ماذا؟ أن الله جل وعلا سيطلع ليلة النصف من شعبان وهذا الحديث الوحيد الصحيح في النصف من شعبان يوم النصف من شعبان لا نسوي لا قرقعان ولا قرقعت ولا نقوم الليلة لقبلها ولا نصوم اليوم لقبله أبدا ولا نعطي إنما العبادة التي في هذه الليلة عبادة واحدة ما هي؟ أن الله سيطلع ليلة النصف من شعبان على خلقه فيغفر لخلقه الله أكبر الله سيطلع على عباده ليلة النصف من شعبان ليلة خمسة عشر ثمانية يعني هذا الشهر فيغفر لخلقه فيغفر لخلقه إلا مشرك ومشاح وفي رواية قاتل ومشاح يعني الله رحمته ستعمل خلق في خمسة عشر هذا الشهر أو ليلة خمسة عشر إلا لقاطع الرحم والمشرك قاطع الرحم من زوع بركة العمر من زوع بركة المال من زوع بركة الزوجة من زوع بركة الصحة من زوع بركة المال والأبناء مسكين مفارب والله ما تحل البركة في حيات عبد قطع رحمه يغضب البعض يقول أن تتكثر الكلام عن القطيعة يا أخي القطيعة تسبب لعن الله والقطيعة قد يفعلها بعض الصالحين وبعض اللي عليهم شرها وبعض الصالحات تصلي الضحى وتصوم الاثنين والخميس ما رفعت بسبب ماذا؟ بسبب قطيعة الرحم ونحن باقي أيام باقي أيام يا من تريدون صيلة الرحمن أيام ليلة النصف من شعبان الكريم يغفر لنا جميعا استقبالا لرمضان إلا المشرك اللي يشرك مع الله غيره ولعل في حلقة نخصصها لاحقا فيه والمشاحن والمشاحن اللي بينهم شحناء تجاوزت ثلاثة أيام يا مسكين فرصة قبل أن تدخل رمضان فتصوم ولا يرفع صيامك قبل أن يأتي للعيد وتعيدون الناس بالثوب الجديد وأنت لو ثوبك جديد ما ينفعك جمال ثوبك إذا كان قلبك أسود على المؤمنين من البركة من البركة من البركة أن تكون واصلا واعف عنهم يا أخي واصلح مخطين أنت مخطي في حق الله وعف عنك يا أخي إذا أخطأوا واعف عنهم أجمل عمل والله يا أحبابي من يوم نصل أرحامنا تنزل البركات في حياتنا ومن يوم نقطع أرحامنا أغلع عيالك أحب عيالك إليك هل يعديك هل يدخل شوكة هنا وطعنا هنا ليه؟ لأن الله من بغضه وسخطه على القاطع اللعنه في القرآن وقال للرحم أما ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ولذلك أيها الأحباب دعاؤنا في هذا اليوم ونحن باقي على النصف من شعبان أيام جدد العهد مع أخوانك وروح طق الباب عليهم وسلم عليهم وأنت روحي وسلمي ولو هم المخطين هم المخطين ولو أنا أكبر وهو أصغر ولو لأنك تريد البركة والصلة من الله أكبر عبادة وهي مقدمة على جميع النوافل أن تعمل صيانة حاجلة لقلبك أن تبادر بغسيل قلبك أن تطلق السجناء من قلبك أن تطهر القلب من الأدواء والسرطانات والقيح شعبان شهر ترفع فيه الأعمال معنى ذلك أنه ليس كل صائم وليس كل قائم في شعبان ولكن متصدق ولكن مصلي وتالي ترفع أعماله إذا كان في قلبه سبب من أسباب منع رفع الأعمال وهي الشحناء الشحناء المشاحنة البغضاء التدابر القطيعة الهجر تبائر يسبب بعضها لعن الله لصاحبه والبعض منها يعمل هذه الأيام صيانة للمكيفات في البيت وللثلاجة في البيت قبل ما تعمل صيانة للتكييف اعمل صيانة لقلبك فإن القلب الذي لم يطهر ولم يكن سليما ولا مخموما لربما يدخل رمضان لكن يخرج من رمضان ولم ترفع له ليلة من لياليه وقد قامها ولا يوما من أيامه وقد صامها ومرضه في قلبه أما بطنه فصائم أما قلبه فمبطر ولذلك طهر قلبك طهر قلبك وشهر ترفع فيه الأعمال والمسكين والله من ترتقي أعمال العباد إلى الله في شعبان وهو شهر للرفع السنوي وهناك رفع يومي ترفع الأعمال أعمال النهار قبل الليل والنهاء والليل قبل النهار وفي كل أثنين وفي كل خميس إلا هذا المسكين ويأتي لشعبان ولا زال التسويف أنظروا هذين حتى يصطلح أنظروا هذين حتى يصطلح وفلان لم يصطلح إذن تستطيع تقول أحسن الله عزاء هذا المسكين الذي في شعبان استطاع أن يترك الطعام والشراب وما استطاع أن يترك الغل والحقد والقطيع من قلبه قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى ليست في البطون التقوى في القلوب وفي الصدور التقوى ها هنا وأشار الحبيب إلى صدره ولذلك البعض يعتقد أن التقوى بترك الطعام والشراب أطفالنا يتركون الطعام والشراب معنا لو أن الصيام هو ترك الطعام والشراب صيام الأطفال أفضل لأن قلوبهم أظهر ولكن حتى يقبل صيامك حقق التقوى يا عبد الله حقق التقوى يا عبد الله ولن تستطيع أن تصل إلى التقوى حتى يسلم صدرك ويسلم قلبك ومسكين اللي بيدخل يوم العيد في يوم الفرح ويوم الجوائز ثوبه جديد غترته جديدة الطيب له عبق لكنه من الخائبين وليس من الفائزين لأنه دخل يوم العيد وله رحم ما وصله وله صاحب ما سلم عليه وله جار قد هجره وفلان تدابر معه يا مؤمن لعنهم يتقون لعلكم تتقون الصيام جنة يستجن العبد بها من عذاب الله وأي قلب هذا الذي ما سلم على المؤمنين الوقفة التي بعدها الوقفة تأمل في سعة رحمة الله رب العالمين من أعظم رحمته أنه أشرع أبواب الجنة في رمضان غذلق أبواب النار صفد مردة الشياطين الله أكبر أتريد عرضا أعظم من هذا العرض والله إن المؤمن لتدمع عين فرحا بجود الله وبسعة رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء البعض من أحبابي تفتح له أبواب الجنة فيجلس راوح على أبواب النار واقف عندها متى تفتح كأنه لا يريد أن يدلي فعالا مع هذا الباب ولذلك من أخطر ما يمر على المؤمن في رمضان أن يعتقد أنه سيدرك رمضانا بعده بل أقول للجميع من منا قد ضمن أن يدرك رمضان هذا العام والله إننا لا ندري والذي بعث محمد بالحق إن بعضهم قد رحل إلى الله في ليلة الأول من رمضان والله إن بعضهم اشترى ثياب العيد وما لبسها وبعض ناس ينوم ولربما لا يستيقظ والبعض يركب سيارة ولا ينزل ولذلك ما أعظم أن نستعد للقاء الله ونفرح بسعة رحمة الله جدد قلبك طهر قلبك خم قلبك أن يأفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان ولذلك إذا استطعت هذا العام أن تطاهر قلبك وأن تهر إلى ربك وأن تفر إليه وأن تسابق إليه فهذا العام عام السعادة كلنا في نهاية العام الماضي رمضان لومنا أنفسنا وجميعنا في نهاية العام الماضي تمنينا لو مد الله في رمضان ليالي وأيام وجميعنا كان لديه برامج يريد أن يبدأها وما ابتدأها وتمنى على الله الأمان ولا زال الله يمن علينا ها هو مد في أجالنا المقابر امتلأت لكن أنا وأنت لسنا فيها اللهم لك الحمد يا ربك ما مددت في أجالنا فاقبل أعمالنا ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى هي نعمة بقيت أيام هي التي تقودك إلى الملك العلام إن أحسنت في شعبان وصلت في رمضان تصل في رمضان إلى أجمل وأكمل رمضان تصومه ومن الوقفات لن تستطيع صيام رمضان القادم صياما ترضى عنه وتطمئن إليه إلا إذا كان الصوم صوم المودعين والله لو قيل لأحدنا إن هذا الرمضان القادم ستدركه ولكن الله يخبرك أنك لن تدرك بعد رمضان هذا العام عام آخر وأنه ختام رمضاناتك في حياتك ولن تدرك رمضانا بعده والله ليصومن صياما تجري مدامعه ويتصدق بأمواله ويختم كل يوم مرة ولا يخرج من بيت الله ويصفح عم من ظلمه ولا يخرج من وين أبو فلان عسى ماشر ما الذي غير حالك قال أما علمت إن هذا آخر رمضان لي ومن قال لي ولك أنه سيكون بعد الرمضان رمضان كل الذين رحلوا كانت أمنياتهم أن يبقوا وكل الذين ودعناهم كان بعضهم موته فجأة وكم من مريض عاش رمضانات وصحيح رحل ولم يدرك منها شيء لذلك ما أعظم أن نصوم صوم المودعين وعلاج الغفلة في القلب أن يقرع الإنسان قلبه بمواعظ ويقول لنفسه لربما والله ما أدركت بعد الرمضان هذا رمضان مشكلتنا نفرط أحيانا في مواسم الجنة ونقول الوعد في الموسم الذي بعده هذا جميل إن مد الله في الأجل لكن من الذي قال لي ولك أن الأجل سيمد والله لا ندري وأعمارنا لا ندري متى يختم والعبرة ليست أن تموت أو تحيا مد الله في آجالكم على الطاعة العبرة هل أنت تموت على طاعة أم لا رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له لأنه إذا لم يدخل الجنة وأبوابها مفتحة وأبواب النيران مصفدة ومسكرة ومغلقة وموصدة ومردة الشياطين مصفدة متى يدخل يا باغي الخير أقبل ولله عتقاء من النار انشرح يا عبد الله اشرح بذلك صدرا لكن ليكن هو صوم غير عن الصوم الذي مضى بعضنا بعد أيام بعد أيام يفتر ويضعف أحد الدعاة يقول ما ظننت أن بعض ما يقرأ عن سير السلف أنهم يقرؤون في القرآن يختمون في كل ليلتين مرة وفي كل ليلة بعضهم مرة قال ما صدقت حتى رأيت أبناء هذا الزمن كم يقضون من الساعات وهم ينظرون إلى الجوالات علمت أن فعلا لو كان نظرهم في القرآن لختموه في كل يوم مرة لذلك معاشر الأحبة صوم المودعين يجعل المؤمن حقيقة يغير في نظره ومسيره إلى الله ومن الوقفات معاشر الأحبة وهي تابعة للوقفة الثانية استغل ما بقي من شعبان في صلة الأرحام البعض مننا لا زال يقدم قدما ويؤخرها سلم عليه نشوف إن شاء الله للعيد إن شاء الله يا شيخ طيب جاء العيد ما سلم أحيانا تدخل العيد وتخرج ولم يرفع رمضان كله استفد هذه الأيام وابدأ بالكاشح من الأرحام الكاشح أن يضمر لك العداوة وامتلأ جوفه بالبغض لك أنت عارف والله مه بحابك أنا عارف وله بواطنك ولا يودك ولا يحبك ولا يريدك ولا يحب لقاءك لكن أنت تحب لقاء الله ولذا عفوت عنه عفوت عنه وذهبت إليه وطرقت الباب عليه ومددت اليد وخيرهما الذي يبدأ للسلام ابدأ بها في شعبان فإنه التحدي التحدي الذي يواجه كثير من الصائمين في رمضان والله يا أحبابي إن بعد العفو عن الناس ينشريح القلب وتلين النفس ويلين القلب وتدمع العين ومن أكبر أسباب الخشوع في الصلاة ومن أكبر الأسباب تدبر القرآن ومن أكبر أسباب صيام المودعين الخاشعين أن لا يكون في القلب ضغاء وأن لا يكون به سجناء وأن تكره نفسك الحبيب يقول ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت قطعت رحمه وصلها ابدأ بالقاطع ابدأ بالذي لا يحبك ابدأ بذاك الذي كأنما تسفه من ملا ابدأ ثم انظر بعد ذلك ستجد السكينة والطمأنينة في قلبك أيها المؤمنين